اهلا بحضراتكم بعد الفاصل زي ما قلت لكم من الدمنا كان لعب باع كبير قوي في كورة القدم لعب طلع بسرعة الساروخ انا اول كان مستر هيدوكوتي راح نطلع عليه كان بيجيب نحنا كفريق اول بنتفرج قالك تعالوا تفرجوا على ناشئين هتقول دول مستقبل النادي الاهلي وتفرجنا على الناشئين فبيسألنا بعد كده مين ومين 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 وطلو يعني هفتك الرقم اللي كان لابسه كام كان شريف عبد المنعم ومجد عبد الغاني وطلو الاثنين دول هبوا اساسي في الفرق فالرجل ضحك ودي كانت البداية اهلا بيك يا ترفولتا الكورة المصرية لك يا شريف اهلا بيك كابت المصاف اخبارك ايه الحمد لله تمام مش ورق كبير قوي مش عارف ابدأوا منين هلا بدأوا من الدق لعددية مدرستك ولا من الحي نفسه ولا انت قل لي بدأت كورة فين خلينا نتكلم وناخد من كلامك من الحي نفسه من الحي نفسه حي نفسه كان فيه لعيبة جبتير قوي حي العجوزة اه كان فيه احمد عبد الحليم زمالك زمالك كانت شلت زمالك كانت مسيطرة عندنا الكورة واخوه كمال وعاد الله يرحمه الله يرحمه كان بيجي محمد صلاح اه ومحمود فوزي وسيد سلامة لو تفتكر انا دا كل دول كانوا كانوا باقي دول بيجوا لعبوا مطشط والعجوزة كلها توقع تصفرج على الفرقة دي انت كليك فرقة في ال انا كنا فرقة صغيرة كده كنت مكونها انا انا وماهر حجازي جنبي وشريف الله يرحمه ومجد عبدالغاني ساعتنا واستعيم بيه كده واستعيم بيه كانش عبده فكرة لسي اه بعد كده دايما انت قلت بقى حكاية تانية طبعا فايجي مجد يقعد يضرب الكرة في الرصيف وياخدها ويرقص وبتاع وبنعمل اي حاجة قدام ان التانين كانوا ايه بقى بقص 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 لا لا التانين طبعا نحمد عبد الحليم ومحمود فوزي وحمد صراح وكانوا اللعبك اللعبك عالي حسين قضية كنت تلعبوا قدام بعض طبعا حسين قضية كنت تلعبوا قدام بعض كاهل وزمالك بقى ولا كنت بتلعبوا بس كده لا 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 منطقة منطقة فكانوا بيجيبونا يقسموا علينا يعني كده اه وبيفجأوا ان انا بكسب العجوزة كلها بتتقلب بقى كنت بتكسبهم على طول لا مش على طول بقى ايه مرة وماكملتها هربت اه كسبت احمد عب حليم بفرقته وعيلته وبتاعتها كانت قصة اه وابطريت اتعرف في وسط العجوزة والحي كنت بكمل بقى بدور الفصول في الدول الاعدادية زي ما هنتكلم بقى لما نيجي مدرسة الدوق الاعدادية كان سنك 13 او 14 سنة مظبوط مظبوط اه مين اني شافك من المدرسة وقالك ان شريف عبد المنعم ده ده لعيب هيبقى ليبقى كبير جدا في اي نادي هيروح هو الله يرحمه استاذ سمير اسمي كان هو المسؤول عن رياضة في المدرسة وكان بيتعمل حاجه ساعيت اسمها دور المدارس ايوه ايه ده انت لعبت فدور المدارس اه لعبت فدور المدارس ده مع مختار وسابط ده مختار ده الكبار علي اه اه ده كنت بروحة تفرج عيون في اسكندرية خدت بالك هي كان دورة مدرسية في اسكندرية ولا الزغار كده وكنت رحة تفرج في اسكندرية عليهم في دور المدارس ده بقى لعبت انت فيه لعبنا في الدور المدارس كننقل في السعادية ونلعب في في ملاعب في الملاعب ايام في المدارس ايه اه ويه انا من روحت لعبت ومطشي كده فموهت عملت واحدة العجلة بتاعتك اللي بتعمل لا ده انا اختم نص ملاعب وطبعه في سنتر فيروت بتعمل كده ورايح على الجون لوحدة لقيت الدنيا كلها راحت كده وان روحت جبت الجون الجون ده انا جبته هو هو معاكو اه في فرقة المدينة الليبي ما هنخلينا احنا ببطل يعني افتكرت دلوقتي انا حتى نفس الجون ده هو ده الجون ده كانت البداية جابني ده استاذ سمير راسمي قال لي انت بتلعب فين يا ابني اه 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 ما احبت الى معنا انت لازم تلعب في نادي اه ها تحب تلعب فين اوديك الاهلي كان كابتن عوضين صاحبه الله يرحمه ها تقوله اوي اوي او анروح لو تعرض عليك الزاملك في نفس الوقتي كنت هتروح انا كنت اصلا عدو عامل في نادي الزاملك ساعتا انت عامل عدو عامل اه كان والدي بيشتغل في سلاح الزراعي وابش مهندس حسن حلمي عاملهم عدويات كان عامل الإصلاح الزراعة عدويات استنى استنى انت في الأصل زملكاوي لأ من زملكاوي طيب ماشي تخضيت ليه لا بالعكس الزملكوية كلهم حبا يبنوا على ناصل وفوق نعم روحت الزمالك والعبت ويقوم قالوا انت بتعفش سلعة وهكملها لك بعدك روحت الزمالك مونا في النادي بقى طيب لما شافوك وانت في المدرسة دورة مدرسية تبتقول لك خدت كرة لان بسم الله مشاوطات شود انت كنت عافي قوي وانت بس في لعبة واحدة بعد الكرة دي قال لك هوذيك النادي الأهلي روحت النادي الأهلي خدني وروحت الكابتن عواضيا خرج من فاكر انت القوضة بتاعتنا خرج من برا كده بعد الكابتن ذات الكرة كابتن عزت كده وخرج وقف قال لي إيه قال له هوا اللعيب اللي أنا جايبه لك ومشي قال لي زيك وطولوا الحمد لله بتعرف تلعب إيه وقلت له بالعب قدام قال لي إيه يعني طولوا وينج قال لي طب ايه اهم من مميزات الوينج جبتك في بالي بقى قلتولي وبقى سريع قلتولي بقى سريع قلتولي بقى سريع قال لي لا شكلك كده طب تعالى قال له سيفولي بقى وخدني ودخل بقى القوضة قلت قوم مرة خش بقى اول وهلة دخل خش القوضة جوه والطرقة الكبيرة ايه والكرودور ده اللي قريب من الدرجة الاولى ضلمة كان احساسك ايه قاعد مش شايف حاجة مغدود اه مش مغدود ماشي مؤدب بغيتي ماشي معايا وعدنا القوضة بتاعتنا اليمين دي ودخل الشمال بتاعت الناشئين كانت ايه بتكر راجب عاي طبعا مغدود ربين ديلوا الصحة قال له يا راجب قال له ايه قال له الراجب ده بعد الدرجة الاولى ما تخلص كان احنا عندهم هم بقى تمرين تمرين 16 سنة كويس اه حتخليه غير وكده معرفش ايه وانا كنت اجاب كيس كده في شورت وفانيلا وجزمة اه وراح قال لي راجب قال لي تعالى قال لي قف هنا عند الحديد ده وانتقول له طيب تع الملعب لح اه تع الملعب اه وقفت وعطى تفارج بقى اول مرة شوف ملعب نادي الاحلي واول مرة شوف وشوية وسمعت سريخ كان فيه مدرجات بقى وكيام جماير ربعا سريخ الكلام ده سنة كام الكلام ده سنة 74 74 74 74 حاجة كان اه مزبوط ولقيت سريخ حضرتك نازل والخطيب نازل هو طهر الشيخ وعبد الباقي هو حسن حبدي وصطفى يونس كرامي سريخ في سريخ انا بيتعاد عامل كده انا في اللحزة دي وانت النجوم دي اللي نازل الملعب والناس بتهيص انت فكرت في ايه والحاجة خالص انا قاعد اتفرج عليكم انتو اوما بتنزلوا اللي بياخدوا الكرة الخطيب بيقعد يعملها كده والناس دي قاعدت ام وتقعد وانت قاعد بتعمل بكعبك الكرة وتروح اعملها مش عارف لمين بتعملوا تسليم وتسلم كده وتسخينها وهديكوتي نازلوا وراكو من غير تيشرت من غير بتاع نازل كده شرت وسكن والجازل بدون الشراب وراء كابتن فات شعبان وكابتن عزة تجي قاعد على المتاع قدامي كده وبص كان بص شفني كده وقاعد لما تخيل في حياتي لأ احلم ايه محلمتش في وقت من وقته العيبة نازل الملعب قلت انا ممكن نبقى زي اللعيبة دي اللي موجودة في الملعب الحلم ده جالي بعد لا انا بكلم في اللحظة دي في اللحظة دي لا استحالة استحالة اكون معلنا شايفهم ده يعني انت مبهور انك شفت المنظر ده قدامك لا وانت قريب منه مش قاعد في المدرع اتفرج عليك في التلفزيون انا وانا كل اللي هميني اشوفك لايف انا شايفك قدامي دلوقتي انت فهمت جمهور انا انا مش اه بشتواف في الحتة اللي هي ما فيش حد بالجلوء انا الوعيد اللي واقف عند البتاع واللي بيشتغلوا بس فالكورة فورة ملابس وكل شايف بصوية كده طي راجب اللهم ده مع كابتنا عواضين سبوع وهتتفرج بقى على الشوت فاكر حنبول له الله يرحمه الله يرحمه كان يقعد يشوت على اكرامي كانت بالنسبالي وجبة ساعة ونص انا واقف على رجلي كده ساعة قاعد بتفرج مغدود لا على حاجة جديدة علي التمرين نفسه اه اكني في حل اه اكني في حل مشوفته قبل كده مش مشوفتهش شوفته قبل كده بس هو ده هم دول كان فيه برضو كابتن هاني مصطفى الله يديلو الصحراء بناش فيه وكمشك على غير يعني وكابتن انور السلامة كابتن حسن حمدي وكابتن احمد ماهر لا 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 دول اسماء كله فيه التزام كمان يا كابتن مصطفى في التمرين والبتاع وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لما الكبار دول بهذا الشكل وبالتزام ده وفيش ظهار حتى يعني مش مجرد انا بشوفه في التليفزيون كده لا ده انا شوفه مدام عناي وهم كمان ملتزمين والله حسيت ان انا بتفرج على الاهلي بيلعب حد في التمرين انتوا بالفرقة دي اه في التمرين وفيه دمتش اه حسيت بك الاحساس ده دخل عليا قد ايه اه ان انا دي ملتزم من الناس دي اه حالة طيب بعد ما خلصت من الموال ده كله شوفت الفرقة الفريق الاول والفريق الاول طلع قدام عينيك انت نزلت الملعب روحت غيرت الدوم بقى ونزلت مع الفرقة مين النجوم اللي كانوا موجودين معك وكمله ولا ما كانش فيه حد كان الوحيد اللي موجود في الفرقة دي بس كتش عرفه لسه مجدى عبدالغاني مجدى وكان برضو رغب من عجوزة جنبك اه بس كتش عرفه خالص خالص وكان فيه ففرهات بقى تحت الفرقة يعني الله يرحمه عراق حسن هشام غالي فيه ناس كملت معك فيه ناس مجدى بس مجدى عبدالغاني مجدى زور في السن ده كويس كان بيه خالد الجن دي كنت انا شايف له كان سلطة الفرول اه كان كويس قوي نزلت اتمراض تمرينة دي قال لي مش بطار تيجي بكرة روحت بقى وانت خارج من الملعب بقى كده كل اللي عملته مدووش روحت البيت روحت البيت قلت لهم ايه في البيت لازا اعلان ولا حاجة ولا يعرفوا ولا يعرفوا حاجة ممنوع جدا مين ده اللي يروح لعب كرة يعني انت لعب كرة في نادي لا 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 دراسة وبتاع وانا عندنا نادي المستعبال وقابلني لو فلحت لو قابلني لو فلحت انا هقولك على حاجة ما جيلك في الحوار انا قدر اقول كرة مين ده العيب كرة ايه كرة اللي هو خلاص انتو اللي موجودين في التلفزيونات وكي ده خلاص ده امر محطوب طيب وانت مخرجت من النادي الاهلي انت قريب من الدقي اه مشيت على كبري الجلاء صح؟ بقى مشي على كبري اكتوبر لا كان في كبري اكتوبر لسه كان لسه اه كان لسه معبول اه وانت ماشي على الكبري كده ايه اللي يدار في ذهنك؟ اصلا وانا رايح لغاية هناك امم وتاني تمرينة وهخش غرفة الملابس اه النادي اه وبقولهم انا داخل عند كابتن عواضين ومش عارف ايه اه قاعد بتخيل لتاني مرة اه هروح عامل ايه؟ امم لا انت لما روحت من النادي الاهلي اطلقت مشيت على كبري اكتوبر وانزلت الدقي ايه اللي يدار في ذهنك بقى ساعتها وانت ماشي؟ هل انا ممكن هكملوا بقى زي الناس ديت؟ اه ولا حبقى ايه بالزبط؟ ولا ايه اللي يدار في تفكيرك انت ايه؟ اللي يدار في تفكيري التمرين بتاعكم كان صعب قوي امم انا هتمرن بالطريقة دي امم بالحلم ما جاليش لسه اه الفرقة دي بتتعب قوي اصلاف عبدو ده بيبدالوا يدولوا الكرة كل شويرو حاملها بالعرض يجري مش عارف ايه ويسبرينت ويعملها بقى انا سرعات قدامي خيالات اه دي وجوتي بدلنا بقول لك مش لاحي اشوفكو يعني اتفرجت عليكو انا عائل زغير في ملعب ناس الزمالك ايام انا كنت عدو عدو في النادي كان فيه بطولة بتتلعب في نادي الزمالك ملعبتش في الناشين الزمالك؟ لا لا كان فيه بطولة بتتلعب في الزمالك بتاع الزاقير فاكرها انا حضرت مرش بيعملك الكرة بكعب وكذا وانت بتاخدها وتيكو بتجيب جون يعني انت اللي كنت سنتر فرود وهو ناحية الونجرات مش حنساها دي مش حنساها لحد الوقت يعني ده جون انا شفته وانا صغير اما جيت شفتك تاني في النادي الاهلي او شفتك خطيب او شفت الفرقة دي كلها الفرقة دي بتتمرن كده انا حتمرن ازاي فدخل اتمرن انا بقى معه دخلت النادي الاهلي تاني مرة مجرد بدخلت غرفة الملابس قلعت اه كابتن عواضين قالك ايه ولا حاجة ازايك اه ايه ولا اقل اي حاجة انا بقى اخدت التمرين بتاعك وده كله اه ازينك وقوة انا قلت لو ما عملتش الكرة اللي انا بحبها وكلام من ده دلوقتي انا مش هخش الناس تاني وفي نفس الوقت لا فرع معي هخش ولا مخشش ولا بتاخد بس قلت اطلع لجواي كله انا بقى ايه جاي مبارح معرفتش اعمل اي حاجة دا النظام بتاعهم انا مشي عالنظام بتاعهم اه اول اليوم اروح تانى يوم بقى ماشي وعالنظام بتاعي اللي انت عارفه قلت عمل تأسيمة عمال تأسيمة مخصوصة ليه انا تلاك اخد الكرة من تحت اروح مرقص واحد وبشمالي كان عندنا عناتس معبداللي اليمنى سريع او جدا عارف القصير ده اروح عملها له بشمالي من الونج ليفتل الونج رايت دي روح طاير اروح رايح له طاير عملها بدماني دي أول تأسيمة ليك عواضين فتباسس كده دي أول تأسيمة طيب بعد ما خلصت التأسيمة دي كابتن عواضين قالك إيه ماشني كده قالك تعالى على جنب أم جمعة أه الله يرحمه أم جمعة أساسنا أم جمعة طبعا قال له هاتل استمراض ومضي الولد ده